سعى لي صوتك لو سمحت شوية ايوة حج ايوة حج سمعت اتفضل اتفضل قول لي انت عايزه الحسنات الحسنات والسيئات الحسنات والسيئات ايوة مالهم مالهم يا حج احمد عايز اتكلم لك فيهم يعني حاضر حاضر يا حج احمد حاضر الحسنات والسيئات لما اجي اقولها بطريقة منهجية لا انا عايز اقولها العم الحج احمد او الحج احمد اللي اسمعنا دلوقتي انا عايز اقولك الحسنات كل اللي ترضاه على نفسك وتحب الناس تشوفك فيه يبقى دي حسنات وكل اللي ما ترضاهش على نفسك وما تحبش حد يشوفك فيه هي دي سيئات يعني انت لا تحب حد يشتمك ولا ياخد مالك ولا يتعرض لعرضك في حاجة ولا يقولك كلام مش مظبوط الكذب ما تحبش الكلام ده خالص ولا تحب نفسك حد يشوفك فيه يبقى دي كلها سيئات انما الناس عايزة تسمع منك كلام حلو تشوفك فيه موضح حلو تشوفك وانت بتس يعني انت بتروح الجامع وشاهد الناس لك انك بتروح الجامع وبتصلي الحمد لله بتصوم ربنا يبلغنا جميعا رمضان ونكون جميعا على خير ورضى من الله الرحمن سبحانه وتعالى يبقى ربنا انت بتحب الحاجات دي من عند الله اه يبقى ربنا سبحانه وتعالى رزقك بالحسنات يبقى الحسنات ما تحب ان تفعله ويفعل لك ويراك الناس فيه الناس يرونك فيما تحب واما عكس كده فدي تعتبر كلها سيئات تحبش حد يتكلم عنك وتحبش كذا 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 سيئات وربنا يكفينا شر السيئات جميعا ويرزقنا الحسنات ويضاعف لنا كما يشاء انه هو القدير على ذلك سبحانه وتعالى